الحافظ ابن حبان صاحب كتاب الثقات هل هو رافضي أو سني؟ سبب السؤال هو أن ابن حبان صدر منه بعض أفعال الروافض مع أن الشيعة والسنة متفقون على أنه سني وليس برافضي انظروا ماذا يقول ابن حبان في ترجمة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في كتابه الثقات في المجلد الثامن صفحة 456 قال وقبره يعني قبر الإمام الرضا عليه السلام بسناباذ خارج النوقان مشهور يزار بجنب قبر الرشيد قد زرته ابن حبان يقول قد زرته يعني الزار قبر الإمام الرضا مرارا كثيرا يقول انظروا إلى هذه الكلمة الكبيرة وما حلت بي شدة في وقت مقامي بطوس وهي مدينة مشهد فزرت قبر علي بن موسى الرضا صلوات الله على جده وعليه ودعوت الله إزالتها عني يعني يذهب إلى قبر الإمام الرضا ويدعو الله أن يزيل عنه الشدة إلا استجيب لي وزالت عني تلك الشدة قد يقول قائل إن ابن حبان متوهم حصلت له مرة فظن أن ذلك بسبب الإمام الرضا قال وهذا شيء جربته مرارا فوجدته كذلك أماتنا الله على محبة المصطفى وأهل بيته صلى الله عليه وعليهم أجمعين ثم هناك حافظ آخر وهو ابن خزيمة أريد أن أسأل أيضا هل هو رافضي أو سني قال ابن حجر في تهذيب التهذيب قال قال يعني الحاكم النيسابوري في كتابه تاريخ نيسابور وسمعت أبا بكر محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى يقول خرجنا مع إمام أهل الحديث أبي بكر بن خزيمة وعديله يعني ومع عديله أبي علي الثقفي مع جماعة من مشايخنا مع جماعة من المشايخ خرجوا إلى أين؟ قال وهم إذ ذاك متوافرون كثيرون خرجوا إلى زيارة قبر علي بن موسى الرضا بطوس قال فرأيت من تعظيمه يعني ابن خزيمة لتلك البقعة يعني ابن خزيمة عظم هذا المكان الطاهر تعظيما عظيما وتواضعه لها وتضرعه عندها ما تحيرنا جعلنا نتحير كيف يتصرف هكذا كأنه من تصرفات الروافض ترجمة نانسي قنقر